طيب دكتور علي يعني الحقيقة يمكن مع أزمة كورونا في العالم بشكل عام كل الدول العالمية حولت وقتها أن هي تقف قد ما تقدر ولكن ما هو التأثير الفعلي الاقتصادي والأزمة اللي حصلت بسبب كوفيد أو كورونا اللي مرت على العالم أكتر من سنتين بين يعني إغلاق وبين مشاكل كثيرة جدا تأثيرها على العالم وتأثيرها أيضا على دولنا العربية المشكلة الحقيقية أن مع بداية زور كورونا كان في حالة من حالات ضبابية بالنسبة للمشهد عدم يقين عدم وضوح متى ينتهي وكيف سوف ينتهي وده يمكن كان أصعب أمر بالنسبة للمستثمرين بشكل عام وبالنسبة كمان لنقطة مهمة جدا متوطة بالاقتصاد العامي والاقتصاد العربي هي فكرة التوقعات وهو فكرة القادم لأن المستثمرين وبالأخص احنا بنتحدث هنا عن استثمرات مباشرة دايما بيبقى الاستثمرات مباشرة فترات زمنية طويلة ففي حالة عدم وجود معلومة كاملة في حالة وجود ضبابية في المشهد ده بيقصى بشكل واضح على الاستثمرات المباشرة وبالتالي بيتقصى بسلب على عديد من المؤشرات الأخرى زي مستويات التشغيل زي الاستفادة من مواد المتاحة زيادة الإنتاج وبالتالي دي كلها كانت تأثيرات سلبية بجانب طبعا التكلفة الصحية بقى الموازنات العربية وموازنات الحكومات على مستوى العالم تأثرت طبعا بارتفاع تكلفة العلاج والمواجهة بالنسبة لتدعيات كورونا وبالتالي كان لها تأثيرات سلبية جدا في ظل كمان ان عديد من الدول النمية وبعض الدول العربية كانت محملة بأعباء كبيرة جدا ما قبل تدعيات كورونا وبالأخاص في قطاع الصح